انت عارف اليوم كتير يعني هاي واحدة من الأشياء اللي يمكن بتعقد بعض الشباب لما بيتكلموا عن ديناسورات وبيتكلموا عن الخليقة من ملايين أو مئات ملايين السنين والسؤال بيبنوا نظريتهم على مئات الملايين أو بلايين السنين على ايه؟ ابتدت بواحد اسمو تشارلز لييل في الجيولوجيا في القرن الثمنتاشر والتسعتاشر قالك ان معدلات التغير اللي احنا شايفينها دلوقتي سبتة فقالك ايه؟ لو بصيت انت مثلا على الامريكتين وأوروبا وإفريقيا تلاقي انه ممكن يركبوا على بعض احنا بنبعد عن بعض مثلا نقول خمسة سنتي في السنة مثلا والمسافة أربعة تلاف ميل فيبقى محتاجة ملايين السنين عشان تحصل رفضوا الجيولوجيا الكارثية اللي هي طفان نوح اللي دمر الأرض وكسر القشرة الأرضية وأثر على تكوين الحفريات فالحفريات مش محتاجة ملايين السنين الحفريات محتاجة للظروف المناسبة علشان تتحفر فلو سمكة ماتت في المياه مش بتتحفر بتطفو وعم بتتحلل وعم بتتاكل امتى تتحفر لو فيه أملاح كتيرة وضغط كتير وحرارة جديدة تخليها تتحفر بسرعة تحفر معناها دخول الاملاح دي تخليها زي الحجر فالظروف بتاع التفان نوح اللي هم رفضوه يعني تشارلز زيل دا قال علينا ندرس الجيولوجيا كما أني كتابات موسى لم تكن موجودة فرفض تماما تفان نوح فابتدوا يحطوا أعمار للأرض والسخور عالية جدا جدا ده كان قبل اكتشاف لكن بدون الإثبات بدون الإثبات ده بالافتراض لأن حتى لما اكتشفوا المواد المشعة اللي بيعينوا بها الكربون المشعة بس ده بيعين ألاف السنين بس في حاجة اسمه بوتاسيوم أرجون وحاجات تاني كتيرة دي اكتشفت واستخدمت في أوائل قرن في 1930 وخمسين فهم عملوا الجدول الجيولوجي قبل كده بالأزمنة الصحيقة اللي هم حطوها فهم بدأوا بافتراض وعايزين يكملوا فيه اشتركوا في القناة